طبعاً هسا المحاضرة إن شاء الله راح تسجل عدكم وراح تنزل إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرة تنزل لكم طبعاً مثل ما تعرفون إحنا مختبرنا هو Identification of Organic Compound تشخيص المركبات العضوية وشرحنا بالأسبوع الماضي شنو الفكرة المركبات العضوية وإحنا ليش نستخدمها ومين جاءت التسمية وعرفنا شنو functional group اللي إحنا راح نشتغل عليها إن شاء الله بهذه الأيام أو الأسابيع القادمة وشن نكشف عليها طبعاً قلت لكم عندنا ست تجارب كل تجربة راح نكشف بيها عن functional group معينة كل تجربة راح نكشف بيها عن functional group معينة إحنا عرفنا الorganic chemistry هو شنو إن هي study of the structure, properties and reaction of organic compounds إذن الكيميا العضوية بصورة عامة مو مركبات ككيميا عضوية هي دراسة الstructure يعني الشكل الخارجي للمركبات properties الخواص أو الصفات الخاصة بالمركبات and reaction of organic compounds وتفاعلات المركبات العضوية functional organic compounds هو عبارة عن carbon زائد الhydrogen يعني بصورة أساسية المركبات العضوية تتألف من الكاربون بالإضافة للhydrogen إضافة قلت لكم إلى عناصر أخرى أو درات أخرى another atom اللي هي oxygen nitrogen and sulfur oxygen nitrogen and sulfur اللي هو الكبري هذا فيما يخص ك general organic chemistry or organic compound هسا إحنا عندنا مركبات كحولية المركبات الكحولية مثل ما قلت لكم الأسبوع الماضي هي عبارة عن مجموعة hydroxyl hydroxyl group attached to the carbon يعني عندي مجموعة hydroxyl مرتبطة بذرة carbon إحنا لو نلاحظ يقول when the hydrogen اللي هي of the hydrocarbon يعني ذرة الhydrogen بالمركبات الhydrocarbonية يعني مركبات تحتوي فقط على hydrogen وcarbon substituted by OH اللي هو hydroxyl group راح يأمة تكون phenolات إذا ارتبطت بحلقة أروماتية مثل ما تشوفون هنا أو تكون اللي هو إحنا موضوعنا اليوم الكحولات عندما ترتبط بأليفاتك hydrocarbon هذا R هو عبارة عن سلسلة hydrocarbonية أليفاتية شنو فرق هذي الأليفاتية تكون تلسلة هذي تلسلة هنانا تكون حلقة زين إحنا الكحولات ما عندنا كحول واحد محدد لا وإنما عندنا انواع من الكحولات تقسم الكحولات يأمة إلى primary or secondary or tertiary شون أنا رح أعرف تقسيم الكحول شون أعرف هذا كحول أولي شون أعرف هذا كحول ثانوي وشون أعرف هذا كحول ثالثي لو نجي ننتبه هنا بالبداية يشوفون عندي هنا ذرة الكاربون مرتبطة بمجموعة الهايدروكسيل ذرة الكاربون هذه لما ترتبط ويا مجموعة هيدروكسيل وماكو أي ارتباط إلها يعني قصدي إنه هذا الكاربون إذا ارتبط بكل H فهذا يعتبر أول primary إذا ارتبط ذرة الكاربون هذه ارتبط بذرة أخرى من الكاربون أيضا تعتبر شنو تعتبر primary شو كنت نعتبرها ثانوي لما ال-OH attached to the carbon that attached to two carbon يعني عندي هذه مجموعة الهايدروكسيل ارتبط بذرة كاربون مرتبطة بذرتين كاربون يعني إذا شوفون هذه ذرة الكاربون مرتبط مجموعة هيدروكسيل هذه الذرة اللي ارتباط بمجموعة الهايدروكسيل شبيه مرتبط واحد اثنين إذن راح نسميها secondary لما تكون عندي ذرة الهايدروكسيل او مجموعة الهايدروكسيل مرتبطة بذرة كاربون هذه الذرة عدها ثلاث ارتباطات يعني شبعت تماما بالكاربون ما عندي هيدروجين ذاك الوقت راح نسميها تشري إذن إذن لما تكون ارتباط واحد راح يكون primary لما تكون ذرة الكاربون المتصد بمجموعة الهايدروكسيل عدها ارتباطين راح نسميها secondary لما تكون مجموعة الهايدروكسيل مرتبطة بذرة كاربون عدها ثلاثة ارتباطات راح نسميها تيرشا زياني مثلاً أمثلة طبعاً من الموجودات عندنا اللي هي نلاحظها أكثر الأوقات في المختبرات اللي هو الميثانول هذا الميثانول جاي من الميثان أضافه أضافه المقطع all معناته عندي آن الكحول المقطع all يخص الكحول فهو ميثان ضطنا له all صار ميثانول primary الكحول هذا نعتبره primary secondary tertiary أجي أباوه هنا وين ها ذرة الكاربون هذه ذرة الكاربون المتصلة بالهايدروكسيل شكم ارتباط عندها بالكاربون عندها بس واحد إذن هذا primary primary الكحول أجي على المرتب الثاني أشوف هذه مجموعة الهايدروكسيل مرتبطة ضرة كاربون شكم ارتباط عندها ارتباطين إذن هي secondary الكحول أجي هنا أشوف مجموعة الهايدروكسيل مرتبطة ضرة الكاربون هذه ضرة الكاربون شكم مرتباط عندها. واحد. اثنين. ثلاثة. إذن هذا تير شريء الكحول. إذن هذا تير شريء الكحول. ما هي الخواص الفيزيائية للكحولات؟ طبعا هي colorless لكل. أكثر الأوقات تشوفوها الإيثانول هذا اللي سيستخدموا عادة بالمختبر أو إن شاء الله راح يشوفوه هو colorless. كل الكحولات هي colorless عديمة اللون. هذا colorless يعني منتجون اللي تشتمونه الريحة مالتها رئحتها مميزة بشأن ريحة الإيثانول أو ريحة القريب على ريحة الأسيتون بس هو أخاف. هذا المعقم هسه حالياً اللي دا تستخدمه إحنا بنتيجة وباء كورونا هو هذا الريحة المميزة المنزل لكحولاتها. Massable in water toxic. تم تزجوية الماء وتكون سامة. زين. قبل لا أنتقل إلى إيشوفات الكحولات أريد أفتهم شغلة معينة. أنا عندي هسه كحول أولي وثانوي وثالثي. متى يكون هذا الكحول فعال ومتى يكون عديم الفعالية؟ زين. زيادة عدد ذرات الكاربون يأثر؟ نعم. هون يأثر؟ شون يأثر زيادة عدد ذرات الكاربون بالكحولات؟ زيادة عدد ذر؟ ألو؟ نعم ماما؟ تو ميوت ماما رجاءً. زيادة عدد ذرات الكاربون. كل ما تزيد عدد ذرات الكاربون شي يكون؟ يدوب بالماء أو ميدوب؟ هذا السؤال. أنا إن شاء الله في يوم الأحد أريد إجابة عنه. زيادة عدد ذرات الكاربون في حالة عندي وحولات كل ما تزداد السلسلة. ش راح يصير بالني؟ طبعاً أنا هندي ما عندي حلقة أوروماتية. عندي سلسلة ألفاتية. فإذا كل ما زادت عدد ذرات الكاربون نسبة إلى مجموعة الهادروكسين. ش راح يصير؟ قلت لكم أنا أريد أعرف ال-OH. هذي ال-OH. ش راح تأثر لي على المركب ماتي ككحول؟ راح تنطي قطبية. ليش؟ ليش نعتبر هذا المركب قطبي؟ لنلو نرجع شوية. شوفوا لي هنانا هذه مجموعة الهادروكسين. عندي هايدروجين وعندي أوكسيجين. الفرق بالكهروسالبية بين الهايدروجين والأوكسيجين ينطي قطبية مثل ما نقول علي قطبي بولار. الكحولات أيضاً بولار قطبية. ليش نتيجة وجود هذي مجموعة الهادروكسين؟ زين. قلنا ليش اعتبرناها قطبية؟ قلنا أكو فرق بالكهروسالبية بين الهايدروجين وبين الأوكسيجين. بين الهايدروجين وبين الأوكسيجين. كل ما يكون عندي فرق بالكهروسالبية عالي بين الذرتين راح نعتبر هذا المركب قطبي. إذن هذا بولار. زين. راح أجاوبكم آني على السؤال. شوكت تقل الإذابة؟ إحنا عادة من نكون هذي مثل هسه هذا. هذا الميثانول أبسط جزيئة. يلا بنتي أشرحي. خلننشوف. تمام. ليش؟ أها بالضبط. راح أتأثر على الخواص القطبية لمجموعة الهايدروكسية لزيادة طول السلسلة. الكاربونية معناتها أنه أنا ما عندي بعد المركب أكثري تصار غير قطبي. نام بولار. لأن المركبات الهايدروكاربونية هي مركبات نام بولار. غير قطبية. فمنزيد نسبة السلسلة معناتها زادت عندي نسبة الظرات الغير قطبية نسبة إلى الظرة القطبية اللي هي مجموعة الهايدروكسية. نسبة إلى مجموعة الهايدروكسية اللي هي المجموعة القطبية. فلذلك راح يتقل إذا بزيادة عدد ذرات الكاربون. هذه معلومة جداً مهمة. أريدكم تنتبهون عليه. شكراً بنتي. شنو اسمك؟ نور. تمام. لساً نيجي على كشوفات الكحولات. عندما دخلت للمختبر وتريدون تشوفون هذا الكحول. تريدون تكشفون عنه. إحنا قلنا عدنا ثلاثة أنواع من الكحولات. كحول أولي، كحول ثانوي، كحول ثالثي. لأنني شون أقدر أكشف عن هذا الكحول أولي أو ثانوي أو ثالثي؟ في البداية، قبل لا أكشف عن نوع الكحول، لازم أسوي تيست. هذا التيست شنو؟ هو عبارة عن جنرال تيست. كشف عام. أعرف بي إذا كان هذا الكحول أو مو كحول. يعني لربما مو كحول. أقول لك أنا هذا الكحول. إنتا تقولي لا، دكتورة لازم نتأكد. موني يقول هذا كحول يجوز حامض كاربوكسيلي، يجوز ألضيهاد، يجوز كيتون؟ فإحنا لازم نسوي الجنرال تيست. اللي هو إحنا ش نسمي كان؟ كان هو مختصر لسرك أمونيوم نايتريت. كان هو اختصار لسرك أمونيوم، باعوا الحرف الأول، نايتريت. is the inorganic compounds. هو مركب غير عضوي. ليش مركب غير عضوي؟ لأن هو ما محتوي على كاربون وهايدروجين. هو مثل ما تشوفوه هو مجموعة ذرات غير الكاربون والهايدروجين. وذ دا فورميلا اللي هو NH4 by 2 CE اللي هو السرك، وذ النيتريت اللي هو NO3 by 6. هاذا شنو هاذا السرك أمونيوم نايتريت؟ هاذا water soluble، ذائب بالماء. السرك أمونيوم نايتريت هو water soluble، ذائب بالماء. الكحولات لمن نخليلها هذا الكاشف، اش راح تسوي؟ راح تتأكسد. طبعاً الكحولات لمن نخليلها كاشف كان، راح تعاني من الأكسد. إذن هو السرك أمونيوم نايتريت هو oxidizing. agent عامل مؤكسد. انتبه على هذه الفقرة. السرك أمونيوم نايتريت هو oxidizing agent عامل مؤكسد. شي سوي؟ يحول لي الكحول بعد الكشف، إذا هو كحول راح ينطيني rate complex. راح ينطيني rate complex. اللي هو نقدر نعتبره كresult positive. وإذا منطاني لون أحمر، معناته أنه أنا منطاني نتيجة، إذن هو مو كحول، معناته negative. زين، شو راح تكون آلية التفاعل؟ طبعاً، لا، ما راح ينطيني لون أحمر، راح ينطيني brown. يعني إذن أنا أقدر أيضاً أميز بين الكحول وبين الفينون. بالفينون راح ينطيني brown. تقهينش brown precipitate. إذن هو مو نفس الكحولات. ذاك ينطيني rate complex. هذا راح ينطيني راسب. شون إحنا نقول جوزي مخضر؟ أو جوزي. فإذن راح ينطيني negative إنه هو مو كحول. لكن بالكحولات راح ينطيني rate complex اللي هو positive. نيجي خنفتهم إش داي يصير إحنا بتفاعل كان. وإذا كان عندي مجموعة من الكحولات الأولية والثانوية والثالثية، شون راح يصير آلية التفاعل؟ طبعاً إحنا قلنا كان هو general test. إذن هو ويا الكحول الأولي، ويا الكحول الثانوي، ويا الكحول الثالثي، ينطيني كلهم rate complex. شنو آلية التفاعل؟ أنتبه هنانا، عندي هذا كحول أولي R-TH-O-H. بوجود السر كأمونيوم نايتريت، راح إحنا ش قلنا، قلنا السر كأمونيوم نايتريت هو oxidizing agent. إذن راح يكسد الكحولات إلى ألديهايدات. الكحولات يا كحولات منهم الكحولات الأولية، اللي هي البرائماري، أنتبه. البرائماري الكحول، أفواً، البرائماري الكحول راح يتأكسد بوجود الكان اللي هو سر كأمونيوم نايتريت، يتحول إلى ألديهايد، ويمطيني الrate complex. في حال أني كان عندي كحول تانوي، ش راح يتأكسد؟ راح يتأكسد إلى كيتون. سين هس هنا ما راح تقولولي السؤال، ليش داي يتأكسد إلى كيتون؟ آني جدي يصير عندي هنانا؟ جدي يصير عندي هنانا؟ أتلكم هنا دا صير عندي عملية أكسدة. دا صير عندي عملية أكسدة. لشوفون هذي ذرة الهايدروجين اللي هنا الموجودة، هنانا راح وحدة من ذرات الهايدروجين تنسحب. فمن تنسحب ش راح ينطيني؟ راح ينطيني ألديهايد، لذي تبقى ذرة هيدروجين وحدة. وإحنا قلنا الألديهايد هو عبارة عن R-CHO. في حين هنانا، آني ش عندي هي ذرة هيدروجين وحدة؟ ما عندي أكأ غيرها. فمن راح تنسحب ش راح ينطيني؟ راح ينطيني كيتون، طبعاً H2، العامل المؤكسد آني يسحب لي H2. فراح يمن ينسحب، من تنسحب العفو H2 راح يصن عندي اللي هو الكيتون، R في دبل بوند O-R. أعيد. آني هنا عندي هيدروجينات اثنياً وعندي OH. راح تنسحب هيدروجين منها، وتنسحب هيدروجين الثانية من ذرة الكاربون المرتبطة بالهايدروكسين. فيعني تنسحب 2 هيدروجين، من تنسحب راح تبقالي وحدة، فراح يكون عندي Aldehyde، هاي إذا كان Primary. لكن إذا كان عندي Secondary، راح تنسحب وحدة منها، والثاني أيضاً تنسحب، فش يبقالي؟ ما عندي بعد ذرة هيدروجين، فيصير يتحول إلى كيتون. في حين ثلاثي الكحول، أساساً هو ما بيبعد ذرة هيدروجين. شوفوا، الكاربون هنا فقد كل ذرة الهايدروجين. فش راح يصير؟ راح يسوي لي Complex Intermediate وسطي، اللي هو يكون ارتباطه ثلاثة مجامع R، مثل ما داشتشوفون هنا، وذرة الكاربون، ال-H هنا فقدت، لكن شوت حتى تعوض لأنني ما أقدر أسوي آصلة بعد، لأنه هو مشبع هنا، يصير بس آصلة وحدة، إحنا قلنا، ذرة الكاربون تشبع بأربع أواصر. مجموعة ال-R ال-K صعب أنه أنا أسحبها، فتبقى مكانها موجودة، منه اللي راح يرتبط؟ الأكسجين راح يرتبط ويسرك. ليه إش يرتبط ويسرك هنا؟ لأن مثل ما تشوفون، هو أساساً، هنا نش قدتشان؟ ال-Nitro 6. انفقدت وحدة، طار 5. إذن صار ارتباطه ويسرك، حتى يعوض النقص. إذن هذا ال-Intermediate أيضاً يعطيني Red Complex. إذن نرجع نكرر. كل الكحولات الأولية والثانوية والثالثية راح تنطيني بال-General Test with Khan بال-General Test with Khan اللي هو سرك أمونيوم نايتريت راح تنطيني كشف منه. راح تنطيني كشف الكحولات. يعني تحدد لي إذا كان هذا كحول أو غير كحول. زين. نجي على ال-Special Test. إحنا أخذنا هساً عرفنا هذا كحول، مو كحول، حامض كاربوكسيلي، ألديهايد، كيتون، عرفنا. هسا أنا أجي أريد أشخصها specific تشخيص أنه هذا أولي، لو ثانوي، لو ثالثي، لين إحنا بال-General كله طلعنا Red Complex. فما أرح أقدر أشخص. هسا راح أجي أخذ طبعاً تستيكيوب نظيفة وجافة، راح أجي أجرب بيها اللوكاستيست. شنو نستفاد من عنده؟ Use to distinguish between types of الكحول compounds اللي هي والبرايماري والسكندري والترشل. Depends on the rate of reaction. إذن نعتمد على معدل أو سرعة التفاعل. إشلون؟ بس أقولي شون نعتمد على معدل أو سرعة التفاعل؟ طبعاً اللوكاستيست هو عبارة عن رأيجنت إحنا نحذره. طبعاً مو أنتوا تحذروا. إحنا مسؤولين إنه إحنا نحذره لكم يا لأنه هو خطر شوي. فش مين تكمل الخطورة؟ تكمل الخطورة إنه تحذيره نستخدم به الـ HCL مثل ما قلت لكم طلاب انتبهوا راح تتعاملونه إياه حوامض وقواعد قوية. فالـ HCL هو حامض concentrated قوي. ومو أدي طبعاً أكيد. فهذا الحامض القوي ننزله بدرجة حرارة أقل من عشرة مئوية. نحطه بـ Ice Bath ونضيف له زينكي كلورايد ZNCl2. إذن إحنا عندنا الـ HCL شون أنا أحذر اللوكس تيست أو اللوكس رأيجنت كاشف لوكس. إنه أنا أخذ الـ HCL اللو اللوه هو concentrated بدون تخفيف تماماً. وخلي بيه ثرموميتر وأخليه بـ Ice Bath يعني حمام تلجي. إلى أن توصل درجة حرارته أقل من عشرة مئوية يلا أضيف له زينكي كلورايد ZNCl2 زينكي كلورايد. أضيف له كمية بحيث إنه أشبعه تماماً حتى أقدر أستخدمه ككاشف إلى أن يذوب تماماً بالـ Acid بالـ HCL أقدر أستخدمه بعدياً بالكشف عن الكحولات. شون آلية عمل لوكس رأيجنت؟ كاشف لوكس شونو الآلية اللي دا يعمل بيها؟ طبعاً يعتمد على مبدأ replacement قلت لكم بسرك ammonium nitrate يعتمد على مبدأ oxidation إنه إحنا نأكسن لكن بالـ لوكس تيست راح نستخدم مبدأ replacement يعني استبدال إنه أنا أشين مجموعة الهايدروكسية اللي موجودة بالكحولات و الكلور الكلور مين جاي جاي أساساً من عندي أنا ZNCl2 ويالHCL فيستبدالها from reagent and formed الكلورايد إذن راح ينطيني هاليد الكيلي as cloudy إذن شون يكون راح يكون شون إحنا نقول مضبب يعني مو صافي راح يكون شكله ضبابي cloudy مثل الغيمة تحسوه طبعاً البروسيجر العامة بالتفاعل إحنا عدنا الكحول هذا الكحول الROH بوجود الHCL والزنكي كلورايد قلت لكم هذا كل محضر يعني إنتم راح تاخذون HCL نظيفون ولا نظيفون ZNCl2 لا إنتم راح تاخذون reagent كامل تاخذون كمية قليلة few drops من الكحول مالتكم إنتم راح تعرفو هو أنهم فرضاً تاخذون 3 إلى 5 drops عادةً إحنا نأخذ 3 drops about 0.5 مول من اللوكس reagent شو راح يتحول راح يتحول إلى الكل هالايد راح يصير replacement بين من بين الكلور اللي موجود وبين الhydroxyl يعني راح تغادر مجموعة الhydroxyl تطعلي على شكل جزيئة ما وراح يجي الCL ينضاف إلى الار وراح يصير عندي الكل هالايد اللي هو يكون cloudy اللي إحنا قلنا مضبب أو على شكل شكل شون الغيمة هيش يعني على بياض زين إحنا راح نيجي إحنا قلنا لو تتذكرون قلت لكم يعتمد على right يعني معدل سرعة التفاعل شلون إذن آني الكشف عن نوع الكحول بواسطة اللوكس يعتمد على right سرعة التفاعل شلون نعتمد على right بالكحول الأول لو تلاحظون الكحول الأول هذا ما راح يتشكل عندنا يعني بالكحول الأول ما راح يتشكل عندنا الكحول الثالثي form immediately يعني أنتوا بالكحول الثالثي إذا رأسا صار عندكم cloudy أو مضبط رأسا راح تقولوا لهذا كحول الثالثي يعني أنتوا أخذتوا لأنهم مالتكم ضفتوا من اللوكس شفتوا رأسا نضبط راح تقولوا لدكتور هذا كحول الثالثي ما بيها بعض لكن إذا ضفتوا للأول أو ثاني وانتوا ما تدرون يعني ضفتوا وشفتوا clear بقى clear ش راح نسوي راح ننتظر خمسة إلى عشر دقائق أو احتمال ثلاث دقائق ننتظر إذا صار كلاودي معناتها ثانوي لكن إذا ما صار كلاودي ما تشكل بقى clear يعني عبر حتى العشر دقائق وما صار لأي تغيير معناتها هذا هو كحول أولي عيد أنتوا باللاب وأخذتوا الأنون الأنون تريدون تعرفون إذا هذا كحول أولي أو ثانوي أو ثالثي طبعا بالبداية إحنا لازم نعرف كجنرال تيست إنه إحنا نسوي له ويسرك أمونيوم نايتريت في السر كأمونيوم نايتريت وجدنا إنه تحول مثلا إلى اللون الأحمر معناتها رأسا عندي آني هذا كحول رأسا كحول فأيجي أكشف عنه كشف خاص لكن إذا شفتوا لونه مو أحمر لتكشفون عنه بال معناتها هذا مو كحول لما سرعتكم لونه أحمر راح تيجي إنت تريد تعرف راح تضل دايخ تقول هذا شنو أولي ثانوي ثالثي فلازم تحدد راح تروح على اللوكاس تيست راح تاخذ ثري تيست كأنما أنت عندك ثلاثة إذا حطيت طبعا هاي في حالة أنه أنا منطيتك مثلا ثلاثة وعمل الكحولات لكن إذا أنا منطيتك واحد راح تخلي وتنتظر إذا رأسا يشكل عندك راح يصير هذا ثالثي بعد ما عندك مشكلة تكتب ملاحظاتك وتسجل أنه كحول ثالثي شنو نوع الكحول اللي أنت تعتقد أنه موجود من ضمن الكحولات راح تكتب اسمه وتسجل ملاحظاتك شنو اللي صار التغير ميديت لي لو لا تكتب رزالت وتقول هذا كحول ثالثي لكن إذا ما صار تغير عيد إذا ما صار تغير مباشر راح أنتظر من ثلاثة إلى خمس دقائق وأحيانا ننطي للعشر دقائق إذا بد يتشكل ويضبط معناتها هذا تانوي لكن إذا بقى عبر العشر دقائق كل شي ما صار بأي تغيير معناتها هذا أول زيان حس عرفنا هذان الكشفين اللي هي الأساسية اللي انتوا راح إن شاء الله تشتغلون عنه عدنا كشف آخر اللي هو الكروميك أس التس أيضا أوكسيديشن أوف الكحول إذن هذا الكشف الثاني اللي هو الكروميك أس أيضا يأكسيدي الكحولات أيضا يأكسيدي الكحولات شون نحضر الرياجينت شون نحضر الرياجينت إحنا شعدنا عدنا فوتاسيوم دايكرومات عدنا هذا المركب اللي هو اسمه فوتاسيوم دايكرومات هذا المركب اللي هو نحضر من عنده الكروميك أسد تيست شون ناخذ البوتاسيوم داي كرومات بأسدك ميديم طبعا هاي مو أنتو إحنا بأسدك ميديم لو شوفون طلاب هنانش رح نستخدم رح نستخدم السلفرك أسد اللي هو الـ H2SO4 حامض الكبريتيك المركز ليد تو فورميشن اللي هو الكروميك أسد هذا حامض الكروميك هذا كروميك أسد إذن قاني عندي بوتاسيوم داي كرومات رح نخليه بأسدك ميديم اللي هو الـ H2SO4 رح يتشكل لنا الكروميك أسد هذا طبعا مو أنتو تحضروا إحنا بس نتبهوا طلاب بالاستخدام ماتة إذنانش داي صير عندي Depends on primary and secondary الكحول oxidized to aldehyde and ketone while الثالثي not oxidized ش رح ينتج لي green precipitate green ppt هذي معناته precipitate إذن آني ش عندي عندي الداي كرومات ش أسوي أخليها بوسط حامضي اللي هو H2SO4 أحضر من عندها الـ reagent اللي هو كروميك أسد الكروميك أسد أحضره من بوتاسيوم داي كرومات بوسط حامضي قوي الـ H2SO4 رح أحصل على الـ reagent اللي أنا أستخدمه بالكشف طبعاً أيضاً Oxidation هذا يضاف المن يضاف إلى السرك ammonium nitrate لكن أنتبه سرك ammonium nitrate هو general test الكروميك أسد هو special test يميز لي إذا كان أض العفو كحول أولي أو ثانوي أو ثالثي هسه زي رح تقولولي شون يميز لي كحول أولي أو ثانوي أو ثالثي إحنا طلاب مثل ما قلت لكم بال الأكسدة أنا ما رح أقدر أميز أنا هسه من قد أقولكم نميز أولي أو ثانوي أو ثالثي لا أنا ما رح أقدر أميز إحنا بالأكسدة فقط إنه نعرف هذا كحول أو غير كحول مثل السر كامونيوم نايفي يعني أنا عندي الأولي رح يحول إياه إلى شنو؟ رح يحول إياه إلى ألديهايد والثانوي رح يحول بما أنه عامل مؤكسد انتبه طلاب انتبه طلاب رح أرجع أكرر بما أنه عامل مؤكسد إذن رح يحول الكحول الأولي إلى ألديهايد مثل ما قلت لكم يسحب اثنين هيدروجين الثانوي يحول إلى منو؟ إلى كيتون لأنني عندي بس ذرة واحدة هيدروجين فمن يسحبها ومن يسحبها من الأو إيج رح تنتهي الهايدروجينات فيصير كيتون ومن الثالثي رح يكون لي كومبليكس رح يكون لي كومبليكس هايوين ها بياكيشف هذا كيشف السرك أمونيوم نايتريت يبقى ريد لكن بالكرومك تيست بالكرومك أسد تيست ش رح يصير عندي؟ تبهوا علي هنا شوف هذا الأولي هذا الكحول الأولي ويا الكرومك أسد هذا المحضر هذا ريجد محضر مو تجون تكتبولي هناك كي تو سي آر تو أو سبن لا إحنا حضرنا هذا من ذاك اللي هو كي تو سي آر تو أو سبن ويا من ويا الأشتو أساو فور زين أنا أخذت هذا ش حصلت؟ ش حصلت؟ حصلنا على الديهايد وغرين برسببتات حصلنا على غرين برسببتات من عندي كحول ثانوي ويا الكرومك أسد ش راح أحصل؟ قلت لكم راح أحصل على كيتون أيضاً غرين برسببتات لكن بالثالثي ش راح يصير؟ راح يصير لي نوري أكشن ما راح يصير عندي تفاعل مثل السر كأمونيوم نايتريت بالسر كأمونيوم نايتريت لا صار عندي كومبليكس وبقى أحمر إذن ذاكت تشخيص عام اثنانة يعاني أكسدة ينطيني راسب أخضر بالأول وبالثانوي لكن فقط بالثالثي ما ينطيني تبقى لونها برتقالي تبقى لونها برتقالي ينهي أساساً الكرومات لونها أورنج أساساً الكرومات هي لونها أورنج فمن تدخلي ويا الكحولات تستوي لها أكسديشن تتحول إلى فقط الثالثي ما ينطيني يبقى لونه برتقال إذن لد مسجون بين السر كأمونيوم نايتريت وبين الكشف الكرومات قلنا الكرومات هي تكشف لي فقط أنه هذا أولي أو ثانوي بدون تحديد يعني ما أعرف إذا هو أولي أو ثانوي لينتطيني green precipitate وتكشف لي إذا كان ثالثي من يبقى برتقالي رأساً أقول أعرف هذا ثالثي بس أبقى همياً ما أعرف إذا هو أولي أو ثانوي أقدر أحدد بيمن أرجع على locust أخذ قطرات إذا ظهر immediately معناته هذا أولي وإذا تأخر معناته ثانوي زين نعم ماما جواب تمام لا لا ضعو أنت بالحالتين ما رح تعرف يا هو القلدي هادي يا هو الكيتون إحنا شون نحدده بلوكاس مو قلت لكم آني شون أجي أحدده من أعرف بلوكاس إذا هو كان أولي معناته شنو aldehyde إذا كان ثانوي بيطلع لي بلوكاس معناته كيتون تمام ابني لا 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 ما بي هو ينطيك green precipitate وإذا كان بسرك أمونيوم رح ينطيك red color فما رح تقدر عدنا 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 طرق عدنا طرق إن شاء الله رح ندرسها في المختبرات الجاية ما رد أستعجل عليكم حتى لدو أكون مميز بين الأرض هاي ذات والكيتونات إن شاء الله إن شاء الله العفو زين نعم ماما سؤال نعم صح إذا إحنا نسوي له عامل مؤكسد قوي further oxidation يعني إذا نسوي له أكسد أكثر رح يحوليها إلى carboxylic acid العفو طبعا هسا صار عدكم واضح شنو الآلية اللي دا صير بوجود حامض لكروميك طبعا هنانا دمينكم سوء قلاب نعم ماما دكتور عندي سؤال وخصوص الكحول الثالثي الكحول الثالثي انت قلت لي يبقى لو أنا برتقالي نعم يعني برتقالي قصدت وراء التجربة الأولى اللي هي الجنرال مال كان لا بنتي إحنا الكان من نستخدمه بعد خلص انتهت عرفنا إنه هذا يعني أنا من أخذ تستيوب وخلي بي لأنه مالتي وأخلي له قطرات من الكان وصار أحمر خلص هذا أروح أغسله بعد ما أرجع له أنا مو أرجع أضيف فوقها أروح أغسله انتهى تماما لا عمليش ليش برتقالي هو مو الكحول عادي من اللون أيهو هذا مو لون الكحول هذا لون الكرومات بنتي وعني قلت لكم لون الكرومات هو برتقالي تمام بس إحنا ماذا نستخدم الكرومات هنا نستخدم اللي هو بعد ما غيرنا الكرومات صار أشتو لا أنا ما استخدم شنو اللي بعد ما غيرنا الكرومات انتبو علينا يعني الكرومات مو حطيناها بوسط حامضي وصارت أشتو سي أر تو أو سبين تمام وبعدين هاي هي اللي ضفناها للكحول يهو هذا حامض يهو هذا حامض الكروميك ماما نتيجة وجود أيون الكرومات ده شوفين موجود الكروم موجود هذا الأيون هو يصغير لون برتقالي فما ينطيني رأيكشن يبقى لون برتقالي ها تمام أوكي يعني وإحنا الكحول هنحطه بوسط برتقالي أصلا لا هو الكاشف عندك الكاشف لون برتقالي يعني هو البوتاسيوم دايكروميت هي عبارة عن حبيبات برتقالية اللون ها تمام تمام أي فتهمتي منتي شكرا دكتور هسا إن شاء الله بالمختبر أنتوا هسا يعني ممكن ماذا تتخيلوها إن شاء الله بالمختبر راح نكون موجودين ونوضح بكم إياها إزيان هسا نيجي على السمري الملخص للكلام اللي إحنا قلنا إذن عدنا إحنا كشفيا اللي هو كان تيست فور أول الكحول كمباون قلنا للجميع المركبات الكحولية يكشف لنا إذا كان كحول أو مكحول اللي هو إحنا قلنا جنرال تيست واللوكاست تيست اللي هو سبيشل تيست فور دستيقوش تايب أوف الكحول يعني أنا موذي ميز لي نوع الكحول أولي أو ثانوي أو ثالثي عدنا هنا مثلا مجموعة من الكحولات اللي هي مثلا البروبانول الكنتانول الايزوبروبانول بيوتانول اثنين أول وترشاري بيوتانول لو نيجي على الكحول الأول اللي هو البروبانول أنتبه عليه هذا البروبانول باللوكاست تيست ش رح ينطيني نيقتب ليش لأنه كحول أولي وإحنا جننا قلنا الثالثي ينطي إميدياتلي كلاودي الثانوي ننتظر من ثلاثة إلى خمسة وربما عشر دقائق بينما الأولي نهائي ما ينطيني أي change إذن هو negative إذن أعرف أنه هذا الكحول أولي كان طبعاً كلها تنطيني الكحولات positive كلها تنطيني positive result طب كان لكن البلوكاست لا البنتانول أيضاً ينطيني negative ليش لأنه أيضاً البنتانول أولي الايزوبروفانول اللي هو الكحول الثانوي ايزوبروفانول ايزو معناته متفرق فالكحول الثانوي رح ينطيني positive والبيوتانول فين أول أيذن ثانوي رح ينطيني positive والتشربيوتانول اللي هو الثالثي رح ينطيني positive إذن فقط الأولي اللي ما رح ينطيني بلوكاستيست احنا عدنا there are many steps must be study for identify an organic noun انا عندي هسه مركب عضوي غير معروف فشنو اللازم او الخطوات اللي لازم انا اسويها انا مود ادرس هذه الخواص او اعرف هذا المركب عدنا physical properties وعدنا chemical properties physical properties اللي هي مثلا liquid or solid يعني اذا كان المركب سائل او صلب color والoders اللون مالتا والرائحة مالتا melting والboiling يعني اذا كان عندي مركب liquid رح نسوي له boiling point على مدى شخص واذا كان عندي solid رح نسوي له melting point بالاضافة الى solubility اذا الاشياء اللي تحدد نوع المركب نعتمد على اللون الرائحة مثل ما قلت لكم مثلا هسا رائحة الكحولات مميزة يعني انت اول ما تطب مثلا بس مجرد هي شي شم خفيف فرح تعرف انه عندك هذا كحول ليش؟ لانه ريحة مميزة ايضا نونة الانوان ايضا تحدد لي نوع المركب قياس درجة الغليان او درجة الانصهار للمركبات ايضا تشخص لي نوع المركب الاذابة ماتة كل ما يزيد الاذابة راح يصير تقلل الاذابة شنو ايضا يحدد وبالاضافة الى انه كونه liquid or solid تحدد الchemical properties اللي هي مثل ما نقول احنا acidity study دراسة الحامضية اللي احنا نقولها الPH للمركب سواء اذا كان مثلا الPH اقل من السبعة او ازيد من السبعة اقل من السبعة نعتبره شنو حامضي ازيد من السبعة نعتبره قاعدي المركبات الحامضية تعرفوها انتو والمركبات يعني مثلا اذا ارتبطت بي مجموعة carboxyl COH هذا نقول carboxylic acid هو مركب حامضي اذا هذا حدد لي يعني اذا جيت للمختبر وجبت الليتموس بيبر اللي هي ورقة عباد الشمس وحاولت اعرف نوع المركب الاندي اذا شفت صارت الليتموس بيبر حمره معناته هذا عندي مركب حامضي هذا المركب حامضي صارت لونها زرقة معناته انه انا عندي هذا مركب قاعدي الفونكشنال جروب ايضا دراست المجموعة الفعالة مثل ما قلت لكم اذا كان aldehyde ketone carboxyl hydroxyl اذا 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 هذي كلها المجاميع امين هذي كلها مجاميع فعالة اتحدد لي ايضا صفات المركب ونوعة بالاضافة الspecific test اللي هي الاختبارات الخاصة مثل هسا هذا شون احنا دا ميز بين الكحول الاول وثانا وثالث الميز بين الايمين الاول وثانا وثالث بين aldehyde والتيوتون شون نكشف عن الاستارات هذي كلها من الكشوفات المهمة المهمة هسا هسا الهنانا ان شاء الله يعني حاولنا انه نغطي اكثر الاشياء المهمة بالنسبة لل كحولات والكشوفات مالتا هسا نيجي على البروسيجر احنا شون رح نسوي البروسيجر مالتا البروسيجر كلش سهلة بسيطة طبعا نزلتلكم data sheet على ال classroom اتمنى كل جروب انا بلغتكم ماما انه كل subgroup رح يكون خمسة الى اربع طلاق هذا subgroup اريد مننا دافع sheet وحده تاخذون الانون تشتغلون كل subgroup يوقفوا بمكان ثابت ما يغيره واضافتكم تكون بالهود رجاء حفاظا على يعني صحتكم فتكون وطالب واحد فقط هو اللي يروح يم بالهود يأخذ المواد ويرجع يمز وملا يكملون شغلوا بمكانهم نظمن التباعد وايضا بنفس الوقت حفاظا على صحتكم وسلامتكم اثناء العمل بالمختبر هس احنا وصلنا انه احنا شون راح نشتغل طبعا راح يشوفون زجاجياتكم موجودة بمكانكم اللي انتو تشتغلون بي يعني ماكو دا تروح تسئل وتقول وين الاشياء اللي اشتغل بيها لا بمكانك راح تلقى زجاجياتك وgroup ثابت تكتب number of unknown اللي هي راح تستخدمه تكتب number of unknown لان انا من اجي اصلح ال data sheet انا ماعرف اش اخذ فاذا كاتب لي ما كاتب لي رقم ال unknown او ال unknown شنو اللي هو مااخذ راح الgroup كله ياخذ صفر فانتبهوا ماما على هذه النقطة رجاء كتبولي number of unknown عني طبعا كاتبت لكم الاشياء هذي كلها بالdata sheet راح تيجي بالبداية عندك general test وعندك specific test راح تروح بالبداية رأسا على general test تاخذ النون matic نظيفة clean dry وجافة راح تاخذ بيها few drops مثلا 3 الى 5 drops من النون matic راح تيجي بالبداية تسوي كشف الجنرال اللي هو كان اللي هو السرق ammonium nitrate فاحنان هسه in test tube added 4 الى 5 drops of alcohol compounds dissolved in water هاذ مذاب بالماء added 2 الى 4 drops of can shake the mixture well and observe the result ولاحظ النتاج positive result is red color that means alcohol compound now we're going to take 4-5 quatrات and add 2-5 drops of can we're going to do a few drops and give you water we're going to take 4-5 drops and give you 0.5 mom from can and see what will happen with you or a few drops so you don't need 0.5 few drops you'll see rate color meaning positive changing to rate color you'll see changing to observation and result positive and observation is positive and observation and we're going to take these test tube and we're going to test tube here 0.5 مول ب1 مول of ZNCL2 يعني عددكم هواية فراح نقلل بأقل الكمية ممكنة لكن أيضا بنتيجة انه تكون تقدرون انتوا شوفوها فراح ناخد قلت لكم ثلاث قطرات من الانون اضيفو لها 0.5 مول يعني ننصف الكميات 0.5 مول من ZNCL2 بالHTL اللي هو كان طبعا هنا انتبهوا عليها هذي مو كان هذي concentration معنات الHTL هو concentration مرتز اذن هذا هو اللي هو كان فراح يشوفون هذا not formed اللي هو معناتها شنو هذا اولي هذا مو مباشرة يصير معناتها ثانوي واللي يصير immediately معناتها شنو ثالث شوفوا ماما هذا الثانوي after 3 الى 5 minutes هذا اللي هو الثانوي نفس الاضافات كلها نفس الاضافات والثالثي formed immediately اللي هو الكحول الثالثي ايضا قلنا ثلاث قطرات 0.5 مول من اللوكس اذن البروسيجور العامة عدنا كان و لوكس هذا الاننون بالبداية هذا الاننون فراح نسوي لكان test negative معناتها مو الكحول يعني اذا ما طلع لي rate complex مو كحول اذا طلع لي positive معناتها كحول من يطلع لي positive اروح على لوكس test من ينطيني مباشرة ينطيني مباشرة معناتها هذا يعني immediately هذا ثالثي standing for 3 or 5 or 10 minutes معناتها ثانوي اذا منطاني result after 10 minutes معناتها شنو معناتها اولي طبعا احيانا حتى نحاول نسرع من التفاعل لأن احنا قلنا يعتمد على معدل سرعة التفاعل احنا شون نزيد معدل سرعة التفاعل نضيف heating بسيطة بوتربات لكن ان شاء الله ما تحتاجوا على مو تطلع لنا نوع الكحول الثانوي اذا كان ثانوي طبعا هذا كل ما يخص مختبر الكيمياء العضوية لليوم اللي هو تجربة الكحولات identification of كحولات of الكحول ان شاء الله نكون قد ضغطينا المادة وشرحناها بصورة سهلة مفهومة اذا عدكم اي سؤال او استفسار طلابنا يقدرون تسألون طبعا راح ارفع الرأضط مع للحضور على ال google class لا 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 ما راح نستخدم ديني طبعا بالمناسبة عدكم تجربة صهر الصوديوم موجودة بال استخدام العفو عنصر الصوديوم اللي موجود بالملزمة احنا ما راح نستخدمه لانه الصوديوم مادة متفجرة خطرة يعني اقل رطوبة او اذا تعرضت للمي مثلا انتم يعني صراحة ما اأمن انه اخليكم تشتغلوها لانه الصوديوم خطر اذا تعرض للرطوبة او قليل او قليل من الماء وخصا احنا مثلا هسا شوية بدأ الجو يكسر عندنا الجو شوية يصير بيرطب مي اذا صار مثلا ما تدرون بدون قصد يولد انفجار هائل وصارت يعني حالات ويا طلاب فما اريد تتكرر وياكم طبعا مو كليتنا الحمد لله وشكر بغير كليات فما راح نشغلكم مع الصوديوم والايرون ايضا ما راح نستخدمه نكتفي فقط بالكان واللوكاس طبعا على جوجل كلاس راح انا نزل لكم الرابط ما للحضور الرابط الحضور راح يكون مفتوح لمدة عشر دقائق بعدها يغلق تماما يعني تنغلق الردود تماما فرجاء انطلاب يعني اذا انغلق الرابط يعني ما اقدر بصراحة ارجع اضيفكم مرة ثانية حاليا نزل رابط الحضور طلاق سجلوا حضوركم اكو السؤال نعم ماما فضل اي تمام بنتي الاحد ان شاء الله بخير وسلامة وجماعة ثانية ان شاء الله راح انطبقها اكو السؤال ماما شكرا جدد نعم مدد اعطوا اشتركوا ترجمة نانسي قنقر